موسيقى ولدينا شباب كتير جداً موجود في مصر مش لقي الشغلان اللي هو عايد اشتغل فيه فاحنا عندنا المشكلة دي مش عارفين نحلل المشكلة دي ازاي وكل المتراض وكل الهيئال وكل الناس اللي موجودة غرب تجارية أصحاب مصانع أصحاب رجال أعمال مش عارفين يحلل رازموش دي لكن لدينا لو رحت لأي مصنع لأي شركة هتلاقيهم طلبين وناس تشتغل عندهم ولو رحت عادت في أي مجتمع على الشبان أو الشبان هتلاقيهم ناس عايدة تشتغل لا دول لأي يشتغلوا ولا دول لأي يوظايف ويمكن تفتكروا الفيلم القديم اللي عمله عادي الإمام واللي كان كاتبه وحيد حامد الست جابت الولد الصغير لما قال له اطلع للفيلم جمع في فيلم الإرهاب والكباب قالت له الولد الصغير ده داخله 150 جنيه في اليوم الوضع ده موجود دلوقتي قالت له الولد ده بيبيع في الكلينكس في الإشارة وداخله 150 جنيه في اليوم أصبح عندنا بعض المهن اللي بينتهينها بعض الشباب بقى يجيب لهم دخل أكتر من الدخل لو راح مصنع هيدك فبالتالي لو قاش متخيز في بعض الأولاد عندهم 12 و 15 سنة يشتغلوا في بعض محلات البقالة وفي الصيدليات ويوصل الطلبات في المنازل والبقاشيش بتاعه في اليوم بيعدل 50 جنيه وميساوي في ريوزة الحالة فأصبح لما حد شاد بيشوف طفل عنده 12-13 سنة دخلوا 100 جنيه في اليوم يعني 3000 جنيه في الشهر لما تيجي تعرض عليه شغل في مصنع بتقولوا تعالى خد 1500 جنيه في المصنع واشتغل من 8-5 ميرواشر عنده أحساس من الطفل الصغير ده هياخد قد مريكة